اللي حقيقي بيميز الدراما بتاعت الفيلم ده هو انها متعددة الطبقات 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 بس خلاص أحداث فيلم نايف زود بالدور حول لغز وفاة هارلاند ثرومبي كاتب الروايات البوليسية الشهير والثري اللي تم اكتشافه مذبوحا في أصره تاني يوم احتفاله بعيد ميلاده ال85 واللي بمناسبته عمل حفلة كبيرة جدا وعزم فيها كل أفراد علته الوفاة في البداية بيتم تصنفها كواقعة انتحار ولكن سريعا بيظهر المحقق الخاص بنوا بلان وبيوضح ان تم تعيينه من قبل شخص مجهول عشان يحقق في الوفاة وبمجرد بداية التحقيقات بتظهر أسباب كتير ممكن تغير تصنيف الوفاة من واقعة انتحار لجريمة قتل فيا ترى ايه اللي حيحصل نايف زود بيقدم معالجة جديدة لتصنيف متكرر في أفلام الجريمة بيطلق عليه اسم هو دونت وده مش تصنيف أفلام الجريمة بس ده كمان تصنيف روائي وتلفزيوني وألعابي وكل حاجة في الدنيا مركزه دايما بيكون جريمة بيشتبه في ان اللي ارتكابها واحد من عدد كبير من الناس صادف انهم تواجدوا في نفس زمن ومكان وقوع الجريمة وعندهم استفادة مباشرة منها لازم يكون عندنا محقق عبقاري وضو طبيعة خاصة عشان يقود التحقيقات والمشاهدين أو القراء أو المستمعين أو اللاعبين بينضمولوا عشان نجاوب مع بعض على سؤال واحد بس مين اللي ارتكاب الجريمة ده الهيكل الرئيسي بتاع اغلب شغل اجاثا كريستي اللي فيه ناس كتير كبروا وهم بيقروه وناس تانيين كتير لسه بيكبروا وهم بيقروه اخر مرة شفنا التصنيف ده في السينما في فيلم كبير كان سنة 2017 مع فيلم ميردر اون دي اوريينت اكسبرس المأخوذ برضو عن رواية الاجاثا كريستي والفيلم ده عجبني بشكل عام بس كان عندي تحفظ كبير شوية على ان تركيزه الرئيسي كان على الجريمة والمحقق مع اهمال واضح للدراما بتاعت القصة وللشخصيات رغم ان فريق البطولة كان عملاق ودي بالزبط هي نقطة التمييز بتاعت نايفزاوت انه البساطة استخدم الجريمة بس كمحرك للدراما وللانفعلات وفي نفس الوقت من غير ما يهملها او يبسطها اكتر من اللازم لسه عندنا كل تحولات والتقلبات اللي ممكن تتوقعوها فيلم زي ده رغم ان التحولات والتقلبات بتاعت الفيلم ده بالتحديد صعب جدا توقعها هو الحقيقة الفيلم ده كان ذكي جدا في التعامل مع التحقيقات بتاعت الجريمة لدرجة انه اقدم على تغيير السؤال الرئيسي وبدل ما دايما بنبقى شغلين بالنا بسؤال مين اللي ارتكب الجريمة فاوقات تانية كنا بنبقى مهتمين اكتر نعرف ازاي وليه هو الحقيقة في بعض الاوقات مفهوم الجريمة كله بيتغير وده كان مفيد جدا في اخفاء ان بعض اركان اللغز بتاعنا الحقيقة كانت ملأمة اكتر من اللازم ودي الصراحة المشكلة الوحيدة اللي عندي مع الفيلم كله بس ارجع واقول ان تحولات التساؤلات ومراكز الاهتمام قدت لتعائدات اكتر في العلاقات وده ادى لفرص اكتر لانتقال التركيز من شخصية لاخرى وده اعطى فريق البطولة فرص اكتر عشان يقدوا ويستعرضوا موهبتهم مرة كمان على عكس murder on the orient express الفيلم ده عنده شخصية رئيسية وما هياش المحقق هي مارتا كابريرا ممردة هارلاند رومبي اللي جسدتها انا دي ارماس اللي شفناها الاول مرة في blade runner 2049 واللي واضح جدا من ساعتها انها متوجهة لحاجات مهمة ببساطة لانها فعلا ممثلة كويسة وده واضح جدا في الفيلم ده اللي بتقف فيه كلاعب اساسي شايل وزنه في مواقف كتير حدة امام ممثلين كتير متميزين واثبتوا بالفعل قدرتهم التكسيدية الكل بياخد نصيبه من الاهتمام في الفيلم ده مفيش موهبة مهضرة وفي نفس الوقت مفيش مواقف مقحمة بس فيه 3 تكسيدات عجبوني انا بشكل خاص بجانب التكسيد بتاع انا دي ارماس طبعا الاول هو كريستوفر بلومر اللي بيقدي دور الضحية ولكنه في سياق الفيلم بيقدم اكتر بكتير من مجرد تمثيل شخصية جثة والتاني هو مايكل شانن اللي انا شخصيا متحيز جدا لموهبته بس حقيقي في الفيلم ده هو بيستخدم غربته والتهديد اللي في طبيعته بشكل مفيد جدا للشخصية والتالت هو كريس ايفنز اللي بعد ما تشوفوا الفيلم ده حيبقى صعب عليكم او يتصدقوا انه من كام شهر كان كابتن امريكا اللي حقيقي بيميز الدراما بتاعت الفيلم ده هو انها متعددة الطبقات ومستمدة بالكامل من طبيعة شخصيتها الفيلم بيقدم منظور مثير جدا للاهتمام لمفاهيم الطمع والعجرفة وما هواش منظور مباشر كل شخصياتنا بيبانوا زي ما يكونوا طبيعيين جدا وعاديين جدا وفي اغلب احداث الفيلم بنشوفهم بيتصرفوا بطريقة منطقية جدا بالنسبة لنا لو كنا مكانهم بس وحنا بنتعامل مع جريمة وفي اختيارات حرجة قدامنا بنبتدي نفهم قدر الضرر اللي ممكن يتسبب فيه الطمع الحميد والانانية البريئة دي الفيلم كمان عنده زغدتين للسياسة وللمجتمع مش وحشين يعني وبيشتغلوا بشكل كويس جدا جوا الفيلم لانهم مش مقحمين ولانهم بيلعبوا دور مهم في قرارات مهمة داخل احداث الفيلم على مستوى السرد الفيلم بيتلاعب شوية بمدرسة راشامون اللي بنشوف فيها نفس الحدث بيتعاد من وجهات نظر مختلفة وعلى المستوى الفني فيه توظيف فعال وجدير بالذكر للعناصر البصرية بس كل دا ما بيسرقش الاهتمام من الركيزتين الاهم للفيلم وهم كمان مرة الدراما واللغز نايف زاوت يعتبر دليل اضافي على ان العامل الرئيسي اللي ساعد على تميز الافلام الانجح في 2019 سواء على المستوى النقدي او الجماهيري او التجاري هو المخطرة تبني تصنيف كلاسيكي وشألبته المجاسفة بان فيه ناس تتفرج على فيلم بتوقعات معينة وتلاقي حاجة تانية الموضوع بيتطلب شجاعة وشجاعة ريان جونسون في الحالة دي اثبتت نجاحها لان زي ما احنا شايفين في الايام دي الفيلم تخطى مرحلة انه يتقال عليه فيلم ممتع ومسلي وخلاص وهو بكل تأكيد فيلم ممتع ومسلي جدا ولكنه دلوقتي كمان اصبح فيلم مهم ممكن يعيش معانا العدد من السنين تقييمي لفيلم نايف زاوت هو 9 من 10 فيلم رائع جدا فيلم مشاهدة وفيلم مناقشات اللي هتحصل بعد مشاهدته فما تضيعوش الفرصة والحقوب سرعة مناقشة الحلقة ايه هو فيلمكم المفضل اللي احداثه بتدور عن لغز جريمة ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو باز وباي باي